الحديقة النباتية الندرة أنت روحت أسوان ولا لا؟ أنت لازم تروح أسوان بالمناسبة لازم اللي ما رحش أسوان ده فاتوا أطر الدنيا كلها أسوان دي من أجمل وأحلى وأبهى وأبهج وأمتع وأجمل بقاع العالم دون أي مبلغ ولما تروح أسوان وما تروحش الحديقة النباتية فاتكت كتير بقى فالحديقة النباتية في أسوان استقبلت قد إيه بقى؟ استقبلت 21 ألف سائح بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله من فين أوروبا وأسيا؟ طب احنا معنا دكتور عمر محمود مدير عام الحديقة النباتية بأسوان أهلا بيك يا دكتور عمر أهلا وسهلا بحضرتك يوسف ده شرف لنا أنهنا لا يا فندم إزاي ده احنا لنتشرف الله يشهل لا يا فندم ده احنا لنتشرف طمني على الزيارات للحديقة النباتية وأخبارها إيه؟ الحمد لله الموسم ده كان جميل جدا وارتقى بنا زيارات من كل بقاع الدنيا زي ما احنا بنقول في فاحرة الجنوب بعاصمة الشباب العرب الأفريقي أه أسوان وفي جزيرة النباتات أو الحديقة النباتية بأسوان واستقبلتوا كم سائح فندم؟ واحد وعشرين ألف زي ما كان بالله؟ واحد وعشرين ألف وسبعمية ما بين سائحة من أوروبا وآسيا والرحلات للفياحة الداخلية الجميلة بتاعتنا من دمورية مصر العربية بالكام طيب ده شيء عظيم جدا الحديقة النباتية أنا رحتها يعني بدل المرة تقريبا مرتين أو تلاتة لما زورت أسوان وعارف أنها تحتوي على مجموعة شديدة الندرة من النباتات السؤال اللي ممكن قد يسألوا البعض بالذات من الأجيال بتاعت الولاد الزغيرين طيب وإن لي يميزها عن حضائق قد تكون مماثلة في بقاع أخرى سواء إذا كان في المنطقة أو حتى في العالم؟ ليه الناس بتحب بتيجي من بره لازم تروح للحديقة النباتية؟ البيون الرائع اللي تتميز به الحديقة النباتية بأسوان لا يضغي أي فيو على مستوى العالم في أي حديقة نباتية جزيرة نباتية في وسط النيل مع الرمل الصفرة بتاعت الجبل الجميلة والمية الزرق الجميلة والسخور في نهر النيل في مدينة أسوان وشكل الجزيرة اللي هو المميز على شكل بيضاوي جميل والنباتات الاستوائية الموجودة من أماكنها الموطن والأرض بتاعها اللي هي الاستوائية وشبه الاستوائية والذي بتطلع بالجمال والصورة الجميلة والفريدة في الحديقة النباتية بأسوان ده اللي بيميز الحديقة النباتية بأسوان طبعا والطمية الجميلة اللي هي اللي في الحديقة مع الأشجار مع الخضرة مع الجبل الأصفر ده بيميز الحديقة النباتية بأسوان بالإضافة إلى الأشجار اللي هي مميزة لنا والاستوائية وشبه الاستوائية دي كلها خليط ومزيج والظهور للبيون الرائع للحديقة اللي كان يزدي في نهر النيل في وسط نهر النيل في مدينة أسوان ده لا يضهي أي حديقة نباتية عالمية حتى لو كان فيها برضو كمية نباتات زي كمية النباتات الموجودة عندنا 820 نوع نباتي من أنظر وأجمل وأزهى أنواع النباتية الموجودة على مستوى العالم هل لازلت هناك بعض النباتات غير موجودة في حديقتنا النباتية ونستطيع استجلابها وزراعتها في الحديقة بتاعتنا؟ طبعاً نحن مهمة الفريق البحثي في الحديقة وأنه نحن بنجيب كل فترة مجموعة من النباتات الاستوائية وبنميها داخل الصواب وبنعمل عليها تجارب وأبحاث عشان نحافظ على الصفات والوراثية والنباتات من الانبصار فدي مهمة كمان بالإضافة أن نحن بنحافظ على النباتات الأديمة اللي هي موجودة بعمليات الإكثار المختلفة والأبحاث العلمية بحيث أن نحن كل نبات من النباتات بناخد منه أكثر معاملة بنستخرج منها شكالات والحفاظ على الأصناف والأنواع الموجودة في الحديقة وبنزرحها طبعاً بعد ما بنميها بنزرحها في أرض الحديقة النباتية بحيث أن نحن نحافظ على الأنواع الأديمة ونجيب أيضاً أنواع جديدة برضو نزرحها في الحديقة لغاية موصلنا لـ 820 نوع نباتي وفي طريقنا إن شاء الله لجلب نباتات أخرى لإكثارها في الحديقة طبعاً عشان نزود عدد النباتات الموجودة بالإضافة لأنه نحن عندنا متحف نباتي وبنك للبذور وطبعاً البنك البذور ده ملحق به مع الشابة اللي هي المعشبة اللي هي الحفاظ على النبات وكل المعلومات الأساسية على هذا النبات طبعاً الثورة العلمية الكبيرة في الطب والعقاقير اللي يستخدموها الدارفين والبحثين من شكة أنحاء جمهورية مطر العربية يعني كان شغلنا كتير مع كلية الزراعة في الأبحاث وكلية علوم حالياً وكلية فايدلة فاقت هذه كلية الزراعة وكلية العلم عشان يستخرجوا العقاقير والمواد الطبية من الأشجار الموجودة والاكتفادة الكاملة منها بإذن الله أنا أشكرك جداً يا دكتور كل الشكر لدكتور عمر محمود مدير عام الحديقة النباتية في أسوان